أطلقت دائرة صحة محافظة صلاح الدين حملة جوالة لتلقيح المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المجمع السكني التابع لقضاء الدور وذكرت الدائرة أن الفرق الصحية الجوالة في مركز الشفاء التابع لدائرة صحة صلاح الدين قامت بحملة لتلقيح منتسبي وزارة الصناعة والمعادن في المجمع السكني وأوضح مدير قطاع الدور للرعاية الصحية الأولية الدكتور عمر خضر الدوري أن الفرق الجوالة مستمرة بتلقيح المنتسبين للحفاظ على سلامتهم وتم تلقيح جرعة أولى وثانية من المضاد لكورونا وأضاف الدوري أن الملاكات الجوالة تؤدي واجباتها الصحية وتفقيفية والإدارية لضمان الوصول إلى مجتمع صحي وأن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة اشتركوا في القناة